انا سهلا بكم عن ماتور فن وهلا اخليني يخبركم عن واحد من اهم الموضيع بالكالكولوس يلي هو chain rule chain rule عادة مستخدمه بالderivative هلا امتيني مستخدم chain rule chain rule تستخدم عادة لما يكون في عندي composite functions الcomposite functions هني يعني بيكون function داخل function يعني مثلا عندي example هوم مثلا f of g of x لاحظ انه g بقلب ال f فصارت تكتب على شكل f of g of x هلا تنعمل derivative للfunction f of g of x بتكن تنتبهوا انه بنعمل derivative للf بيصير f prime والg منتركها مثل ما هي بس ما تنسوا انه لازم نضرب بالderivative للg فبصير عندي f prime of g ضرب g prime of x لازم نضرب بالderivative للجوه يعني مثلا لو كان في عندي u to the power n بدينا نعمل لدي شو بيطلع عندي بيطلع عندي u to the power n بس مننزل الان ومنشيل من الان واحد بس ما ننسى لانه u هي function in x لازم نضرب بشو بال u prime يعني مكونها نستخدم من power rule و chain rule بنفس الوقت وخليني وضح لكم ايها بيكزامبلز يعني مثلا عندي function 2x plus 3 كلها to the power 4 وبدأ اعملها derivative بدي اعمل d by dx لهذا الفنكشن كيف نعمل derivative خليني افرد لكم كيف منقول equal بما انه to the power 4 هيدا الفنكشن شو منعمل مننزل 4 ومناخد 2x plus 3 كلها سوى متل ما هي ومنشيل من power 1 لانه power 4 بيصير عندي to the power 3 وما تنسوا بعد في عندي كمان جوة function عندي 2x plus 3 بما انه عندي 2x plus 3 شو لازم اعمل لازم اضرب ب2 يلي هي derivative ل2x plus 3 وهيكي بيطلع عندي بناخد ال2 وال4 بنجي مناخدهم ونضربهم بعض بيطلع عندي 1 8 وهيكي بيطلع عندي function 8 into 2x plus 3 to the power 3 هون في عندي حال جديلي كمان منطبق فيها chain rule مثلا عندي function x squared minus 3x كلها to the power 3 بدي اعمله d by dx يعني بدي اعمله derivative كيف منعمل derivative له هيدا الفنكشن متل ما حكينا من شوي بما انه function كله هلأ كله to the power 3 شو لازم نعمل بناخد الفنكشن متل ما هو وشو بنعمل بال3 بناخد 3 ومننزلها دايما منبلش بالpower اللي فوق على طول بس تلاقي function to the power الpower لازم تنزل ولازم شيل منها 1 قدي صعب الpower عندي هلأ صعب ال2 بس ما تنسوا انه في عندي جوال function كمان function in x يعني عندي x squared minus 3x شو لازم نعمل لازم نضرب بالضربative للx squared minus 3x شو هي الدربative للx squared minus 3x هي 2x minus 3 كمان هلأ في عندي 3 موجودة بره نعمل simplify نضرب 3 بال2x minus 3 شو تعطيني 6x minus 9 ومنرتبة يطلع عندي 6x minus 9 into x squared minus 3x كلها to the power 2 هلأ عندي حال جديد كمان بس يمرق فيها trigonometric functions بدنا نطبق على trigonometric functions خليني نفعج لكم كيف يعني مثلا عندي function sine 6x بدنا نعمل d by dx لهذا function كيف منعمله نحن بنعرف كلنا الدربative للsine x هي cos x بما أنه عندي sin 6x يطلع عندي cos 6x بس ما تنسوا كمان عندي اللي جوة sine هو عبارة عن function x يعني في عندي 6x فلازم نضرب بالدربative لل6x شو تعطيني 6 وهكي برتبة بتطلع عندي 6 cos 6x خلينا نسعبها شوي هلأ في عندي دربative للcos x to the power 3 كيف بدنا نعملها؟ مثل ما ملاحظين هلأ power 3 هي على x مش على cos معناتها أنا عندي function الأساسي هو cos x to the power 3 طيب نبدأ أول شي بالpart الكبير يلي هو cos شو تريد بتبليل cos بيعطيني minus sign بس نتبه يلي جوة cos هي x to the power 3 بتركها مثل ما هي ليلا أنه هلأ عم بعمل عن دربative للcos بس لوحدة ما خصى x cube هلأ بالنكست شو بنعمل في عندي x cube يلي هي جوة cos يلي هي g of x اللي حكينا عنا من شوي فإذا لازم نضرب بالدربative للx cube شو دربative للx cube هي عبارة عن 3x squared وهلأ من رتب الفنكشن بيطلع عندي minus 3x squared sine x cube ومننتقل ل question جديد هون عندي دربative للtanjent x cube متل عملنا من شوي السؤال اللي قبل شو دربative للtanjent هلأ مثل ما حكينا التانجنت هي الفنكشن الأساسي بعدين جوة التانجنت كعندي x to the power 3 يعني كأنه التانجنت هي الفنكشن ال-f والx to the power 3 هي g هلأ نجي مناخد التانجنت شو دربت بالتانجنت تعطيني secant square متل ما اتفعنا x cube جوة التانجنت متركة متل ما هي بس بيطلع عندي secant squared x cube هلأ فعاد في عندي x cube بما أن x cube جوة التانجنت فهي g لازم نعملها شو دربت بالتانجنت هي ثري اكس سكورد ومنرتب الفنكشن مثل عندي ثري اكس سكورد secant squared execute شو رأيكم بالدربت بالكو سيكنت فور اكس خلينا نشوفها كلنا منعرفين الدربت بالكو سيكنت هو عبارة عن مينس كو سي كو تان يعني كو سيكنت فور اكس الدربت بالتبعيطة مينس كو سيكنت فور اكس تايمس كو تانجنت فور اكس بس ما ننسى بعد في عندي فور اكس فشو لازم نضرب لازم نضرب بالدربت بالفور اكس يلي هي فور وهلأ منرتبهم بطلع عندي مينس فور كو سيكنت فور اكس كو تانجنت فور اكس وهلأ بننتقل كمان لسوار جديد طيب نحكي عن اللوغاريثم هلأ دي باي دي اكس للن تو اكس كلها تو باور فايف كيف بنا نعملها دربتب متل ما لحظين في عندي لن تو اكس كلها تو باور فايف يعني عندي اللن تو اكس معناتها الفنكشن الأساسية هي فوق يعني ايدي الفنكشن اللى جوة تو باور فايف شو لازم نعمل أول شيء لازم ننتبه أنه مننزل الباور ومننشيله من الباور واحد يعني مننزل الباور فايف بسير حد الفنكشن و منكتب اللن تو اكس عادي بس شو منعمل من الباور فايف بنعمل ماينس فور ثم تعطيني فور هلأ بنا ننتقل للفنكشن اللى جوة من الفنكشن اللي يجوها لان 2x الأرساس بهذا الفنكشن هو لان فبنا نعمل derivative للان هلا نعمل derivative للان 2x هي بتعطيني one over اللي جوها لان انتو بتعرفوا هيدا الموضوع بالderivative تبع اللغريثم بس يكون عندي لان something بحط derivative one over the something يعني one over هيدا الشي 2x بس ما تنسوا انه بعد في عندي كمان 2x هي عبارة عن function in x فلازم نعملها derivative derivative لل2x بتعطيني قديش بتعطيني 2 وبنكتبها ضرب 2 وهلا بنعمل simplify متل ما شايفين 2-2 فوقه تحت مثل بعض فينا نشيلهم فبروحوا والx بناخده لتحت 5 بصير في عندي جواب 5 over x length to x to the power 4 وهيك بننتقل هلا لأسؤال جدير هيدا derivative للradical هون يبدكن تركزوا معي شوي لانه في خطوات بدأنا عملها قبل ما نبلش بالderivative نحنا ما فينا دغل نبلش بالderivative للradicals قبل ما نرتبها كيف نرتبها؟ بما انه في عندي radical انتو بتعرفوا radical فيني شيلة أنا وحطها to the power half to the power 1 على 2 طيب بعد ما نحطه to the power 1 على 2 هلأ ما تنسوا انه نحنا عم نعمل derivative فإذا نتبهوا يعني انها ما بنكتبها to the power half بالتركة بالا derivative لا نحنا هلأ بنعمل derivative للfunction الجديد يلي شكله x to the power 4 minus 3 كلها to the power half كيف بنعمل derivative لهذا الفونكشن؟ متلهم نعرف لما كون في عندي power شو لازم نعمل؟ مننزل الpower بس شو منعمل؟ منترك الفونكشن متل ما هي وفوق الفونكشن شو لازم نعمل؟ بدنا تشيل من الpower 1 يعني كان عندي 1 over 2 بشيل منها 1 شو بتصير؟ بتصير minus 1 على 2 وحطها power على الفونكشن الجديد يعني صارت 1 over 2 into x to the power 4 minus 3 كلها to the power minus 1 over 2 هلأ أول بارت خلص تس ما تنسوا بعد في عندي جوة البركت في عبارة عن x to the power 4 minus 3 شو derivative للx to the power 4 minus 3 لازم نعمل derivative للx to the power 4 شو بتعطيني؟ 4 x to the power 3 والdriftive لل minus 3 بيعطيني 0 فwe ignore it وهلأ منرتبة مثل ما شايفين الفور تطلع فوق 2 نعمل simplify والexecute كمان فوق هلأ منشيل الفور على 2 بعد simplification بتصير 2 وعندي x to the power 3 كلها into x to the power 4 minus 3 كلها to the power minus 1 over 2 أو لحظة شوية عندي power بالnegative بما أنه الpower negative بدنا نحولها إلى positive شو منعمل فيها؟ لاحظ شو منعمل؟ مننزل على الdenominator ونحول الpower من negative إلى positive طيب أنتو شايفين أصلا نحن من وين جبنا x to the power 4 minus 3 to the power half جبناها من الradical فلاحظ الradical اللي فوق اللي عندي إياها الأساسي يفيني حطها محلة؟ يعني برجعها أصلا فصار عندي الجواب 2x cube over radical x to the power 4 minus 3 وهيك صار فينا أن ننتقل لفكرة جزيهة طيب هون مثلا عندي v by dx 1 over x squared minus 3 all to the power 3 كيف بدنا نعمل لدربتب؟ نعرف نحن بالدربتب لما بكون في عندي الديلميناتر ياما بدنا نطبق الفكرة u over v أو فين نطلع الديلميناتر لفوق تعا نطلع الديلميناتر لفوق كيف نطلع الديلميناتر؟ نشيل الpower من الpositive ونحطها بالnegative فصار عندي x squared minus 3 all to the power negative 3 فغيرنا الpower لحظة كانت power 3 بالديلميناتر لما طلعتها لفوق صارت to the power minus 3 هلأ منطبع عليها chain rule شوة chain rule بتقول؟ مناخد function to the power minus 3 ومننزل الـ minus 3 بس شو منعمل بالpower؟ منطرخ واحد من الpower تبه هايدي common mistake احيانا بتجو بتشيلو minus 3 بتشيلو من واحد فبتحطوها minus 2 تبه نحن بنعمل minus 3 minus 1 لما انه عملنا minus 3 و minus 1 يعني بده تصير minus 4 فهيك بنكون طالما على الجواب صحيح بس نتبهو يعني هايدي common mistake لانه كتير من الطلاب بيقعوا فيها طيب هلأ بعد في عندي شغل اللي جوة وال bracket عندي x squared minus 3 شو لازم نعمل؟ كمان لازم نضرب الدرفتف تبعها شو الدرفتف لها x squared 2x وهيك بنضربها وبعد هايدي بنعمل simplify للـ 2x بعمل minus 3 شو بتصير؟ تطلع minus 6x into x squared minus 3 كلها تطلع minus 4 كمتل ما حكينا لما كان عندي power negative يمكننا نحولها إلى positive شو بنعمل حتى نحولها إلى positive من نزلها على الـ denominator فبيصير عندي minus 6x over x squared minus 3 all to the power 4 instead of minus 4 وهيك فينا ننتقل هلا لسؤال الجديد لاحظت مين الفنكشن الأساسي اللي عندي إياه هون؟ عندي sine sine هو الأساس اللي بره بقلب sine جوه يعني instead of the theta في عندي tangent x cubed طيب تطبقها هلا نحن بنعرف انه derivative للـ sine شو بيعطيني؟ بيعطيني cosine واللي جويتها الـ angle بتضله exactly متل ما هي ما بغيرها فبيصير عندي cosine of tangent x cubed تمام هلا بنا ننتقل لجوه sine عندي جوه sine tangent x to the power 3 ما الـ derivative للـ tangent x to the power 3؟ قليلا ننسى الـ x to the power 3 ونعمل derivative للـ tangent ما الـ derivative للـ tangent سيكن سكوارد والـ angle x to the power 3 من نزلها ما هي أكسو تباور 3 بقلب السيكن سكوارد فهيك خلصنا هلا من الـ derivative للـ sine والـ derivative للـ tangent بعد في عندي شو؟ بعد في عندي execute بدنا نعمل derivative للـ execute ما الـ derivative للـ execute هي عبارة عن 3x squared فبنزل إلى 3x squared فلاحظوا كيف طبقتها خطوة خطوة أول شيء ببلش بالـ sine الأساسي بعدين لجوهاتها اللي هي tangent بعدين execute وهيكي بيطلع معي بعد simplification 3x squared into cosine of tangent x cubed مضروبي بـ secant squared x cubed وهيكصار فينا ننتقل لسؤال جديد هون عندي d by dx لـ sine squared of tangent x cubed هيدا نفس السؤال اللي قبل بس الفرق بيناتهم انه هوني ما كان في عندي square على sine حبيت فرجيكم انا هون شو الفرق بين هيدا وبين هيدا يعني هلأ صار في عندي sine squared of tangent x cubed هاي squared اللي عندي يا هون هي عبارة عن square للـ sine يعني أنا كأنه عندي sine of tangent x cubed مضروبي بـ sine of tangent x cubed يعني كأنه مضروبي مرتين طب هاي squared معناتها صار شوفين عامل فيها صار فيني طلعها لبره يعني لاحظ square بتصير بره بصارتك أنه sine of tangent x cubed كل ليتهم to the power 2 طيب متل ما اتفاقم لما بكون في عندي هيدا الشكل ان الفونكشن كل شي to the power 2 معناتها صار فيني أنا جيب 2 ونزلها لتحت أول شي وبضربها بـ sine of tangent x cubed كلها متل بعض وبشيل الباور بحط محلة 2-1 يلي هي 1 يلي أنا ما في داعي يكتبها لأنه قربي أي شيء to the power 1 بيعطيني نفس الشيء طيب خلصتنا من الـ power هلأ من فوت على قلب الفونكشن لجوه شوفي عندي جوه؟ عندي sine of tangent x cubed مين الفونكشن الأساسي؟ sine فبما أنه عندي sine هلأ بضرب بالـ derivative للـ sine وبعدين بنتقل للـ tangent شو derivative للـ sine؟ بيعطيني cosine بس نتبوه cosine of شو طيب cosine of angle شو الأنجل اللي جوهة sine كانت tangent x cubed بكتبها tangent x cubed خلصت هلأ من الـ derivative للـ sine هلأ بنتقل لجوهة sine اللي هي g of x متنحكينا بالأول طيب شو derivative للـ tangent tangent derivative طبعها secant square هاي secant square وعند الـ angle x cubed منكتبها طيب خلصتها من الـ tangent هلأ منروح لمين؟ منروح للـ x to the power 3 شو derivative للـ x to the power 3؟ تعطيني 3x squared وهي كصار كل الـ derivative موجود فينا نعمل هلأ simplification مثل ما ملاحظيني 2 بالأول بعدين في عندي 3x squared فهو دي فينا نعملهم simplify فنضربهم ببعض يعطوني قديش 6x squared والبقاية فينا نتركهم مثل ما هلأ ومننتقل لسؤال جديد نلاحظ في عندي x to the power 4 بعدين مضروبي before x minus 3 كلها to the power 3 فلاحظوا صار في عندي هلأ product rule إذا بتتذكروا ومن الـ product rule شو بتقول لهم كون في عندي u times v derivative طبعية بتعطيني u prime v plus v prime u طيب مين الـ u هلأ عندي أنا هون بالـ function x to the power 4 طيب مين الـ v عندي إياها 4x minus 3 all to the power 3 يلي بدنا نطبق عليها chain rule هلأ متلا بمتشوف بعد شوائق طيب كيف أنت عمل معها هلأ بدنا نطبق وإذا في عندي محل في chain بدنا نطبق طيب أول شي عندي x to the power 4 شو بدرفت بالـ x to the power 4 تعطيني 4x to the power 3 طيب هذي بدأ تنضرب بالـ v exactly متل ما هي ما بغير فيها شي 4x to the power 3 بتنترك متل ما هي لأنه متل ما اتفقنا it's u prime v بلس هلأ شو بنعمل v prime u v prime هوني في عندي chain هلأ v لأنه أصلا هو 4x to the power 3 بدي أعمل بدي أعمل كيف أعمل بنمشي فيها خطوة خطوة بنترك u للأخير وإخر شي بنضرب بـ u تعال نعمل v prime هلأ v prime بنزل 3 اللي موجودة على الباور بنضربها بـ 4x minus 3 وبيجي للـ power 3 بشيل منها واحد بتعطينا قديش 2 خلصت؟ لا بعد ما خلصت بعد في عندي 4x minus 3 هي كمان function in x فلازم نضرب بالـ derivative للـ 4x minus 3 شو derivative للـ 4x minus 3؟ هي 4 derivative للـ 4x4 derivative للـ 3 0 ضرب 4 فإذن بس ما تنسوا كتير من الطلاب بينسوا يرجعوا يضربوا بمين؟ بالـ u اللي هي الـ x to the power 4 لأنه اللي كنا عم نحسبها هلأ من شوي اللي هي الـ v' بعد في عندي u لي x to the power 4 وهلأ منبلش نعمل simplification كيف simplify؟ لاحظ في عندي 4x cube الأول وفي عندي 4x to the power 4 آخر شيء 4 common والـ x cube common فينا أخذها من اثنين ففينا ناخد 4x cube بعد في عندي كمان common اللي هو شو 4x minus 3 to the power 3 بأول واحدة وto the power 2 ففينا ناخد الباور الأصغر فمناخد 4x minus 3 كلها to the power 2 كمان as a common factor ولا منفتح براكتس منشوف شو اللي فضل عندي من الـ 2 turns طيب أول turn في 4x cube أخذت 4x minus 3 cube أخذ to the power 2 مننا ضل في عندي 4x minus 3 to the power 1 هيا حطيناها جوال براكتس وعندي plus من نزلة وعندي من ثاني ووحدي مثل ما اتفقنا 4x to the power 4 أخذت مننا 4x to the power 3 ضل في عندي شو x وأول term في عندي كمان 3 فبي طلع عندي قديش بينزل براكتس هيك صارت عندي هلا تقريبا بس جوال براكتس الكبير هلا في عندي براكتس صغير براكتس فبرفي نشيلو لانه ما اتفق عندي هون وبي طلع عندي 4x و3x بتجمعه مع بعض قديش بيطونا 7x وعندي مينو 3 فصار عندي 4x مضروبا بسور هيده وصلنا للسيمفل باعت فينا نعمل يبقى مضروبا بسور خلال بس 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 نوصل لمرحلي واضح فيها الفنكشن طيب عندي هلأ كمان فيني طبق الكوشنط رول مع تشين بنفس البعض فلاحظ في عندي باور ثري فو وعندي جوه البركت في عندي كوشنط يعني عندي ديفايد فلازم نطبق الكوشنط رول ونطبق عليهم كمان تشين رول خليني فرجيكم كيف نطبقهم كله مع بعض يعني هلأ الفنكشن كله لجوه البركت كله في عليه باور ثري فمتل ما اتفقنا بس يكون عندي باور لازم طبق قاعدة الباور لازم نزل الباور وبعدين بيشتغل جوه البركت فكيف ننزلها؟ ننزل أول شيء البركت وصارت الباور تبعيتها قديش؟ صارت الباور تبعيتها قديش؟ صارت الباور تول لأنه هي أصلا تري مشيل منها واحد بتصير 2 طيب هلأ بدنا نطبق الكوشنط رول على البركت في عندي بالبركت 1-2x over 3x-2 كيف نطبق الكوشنط رول؟ قلينا نذكركم فيها بس يكون الفنكشنط مكتوبة على شكل u over v فينا نعمل قاعدة u prime v minus v prime u over v squared شو يعني؟ قليني فرجيكم كيف يلا u prime يعني هو درفت باللي فوق مضروب باللي تحت طيب درفت باللي فوق قديش بيعطيني؟ بيعطيني minus 2 لأنه 1 درفت في طبعيتها 0 وال-2x درفت في طبعيتها minus 2 هلأ 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 منضربها بمين؟ نضربها بـ 3x-2 exactly مثل ما هي ما منغير فيها شيء والقاعدة فيها minus بيناتهم فبنا نحط minus وهلأ بنعمل درفت باللي تحت شو درفت باللي تحت؟ درفت باللي 3x-2 هي 3 ومنضربها بمين؟ نضربها بالـ 4 exactly مثل ما هو فما منغير فيه شيء وما تنسو أنه تحت بالـ fraction منحط بالـ denominator يعني بالمخرج منحط 3x-2 كلها to the power 2 مثل ما ذكرتكم u prime v minus v prime u over v squared وهلأ بدنا نعمل simplification مثل ما نلاحظين minus 2 بدي أضربها بالـ 3x-2 بيعطيني قديش؟ بيعطيني minus 6x plus 4 ونفس الشيء الـ minus 3 بدي أضربها بـ 1 تعطيني minus 3 والـ minus 3 بيضربها بالـ minus 2 تعطيني plus 6x فبيطلع عندي قديش؟ بيطلع عندي minus 3 plus 6x ومتل ما شايفين عندي هلأ plus 6x و minus 6x cancel بروحه وكمان عندي 4 minus 3 بتعطيني قديش؟ تعطيني 1 فهيك صار الفنكشن على شكل 3 into 1-2x over 3x-2 all squared مضرور بدي 1 over 3x-2 all squared طيب هلأ إذا ملاحظ كمان في عندي شيء واضح هون 3x-2 اللي بالـ denominator بأول براكت في مننا نفسها 3x-2 squared طيب هيت الباور على أول براكت هي أصلا موزعة على مين؟ موزعة على الفوق وعلى اللي تحت يعني فينا نوزع الباور للبراكت اللي فوق والبراكت اللي تحت لاحظ هلأ صار في عندي البراكت اللي تحت exactly موجود بالميلتين وعندي باور 2 هون و باور 2 هون فصار فينا نحنا منحطهم ببراكت واحد ومنشيل الباور 2 تبع 3x-2 منحطه to the power 4 وهيكي بيطلع عندي الجواب 3 into 1-2x all to the power 2 over 3x-2 all to the power 4 وهيك منكون وصلنا لإخل الفيديو إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا like or share وهذا وسهلا فيكم مع Math for Fun وبايلة هلا